اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين المتابعي اليوم السابع في كل مكان عودة من جديد في لايك جديد وتحديدا من داخل سوق الخضار بمحافظة الاسماعيلية نستطلع مع حضراتكم اسعار الخضار بالاسماعيلية يعني احنا شاكين النهاردة طبعا في اسعار في الخضار نزد جدا وفي اسعار بعض الانواع عزائي الخيار وصل النهاردة 10 جنيه طبعا البطاطس النهاردة الكيلو ب5 جنيه نستطلع على الاسعار وتباصيل الاسعار في محافظة الاسماعيلية بالنسبة للخضار يسعدنا ان الانطقي نتعرف لحضرتك ناصر ستبس يا عم ناصر كلمنا على الاسعار الخضار النهاردة طبعا النهاردة في الايام الاخيرة او الساعات الاخيرة طبل حلول عيد الاطحى المبارك كل عام حضرتك بخير يعني فيه اقبال شديد قوي على شراء الخضار في سوق الخضار بمحافظة الاسماعيلية تكلمنا حضرتك بقى عن الاسعار وخصوصا ان احنا العيد بعد بكرة ان شاء الله الحمد لله لاسعار ما اجزلتش كتير فلزم هاي التماطم التابع armorと signed up 10 وفيه باثنين جنيه مستويه البطاط فيه 25.000 البصر فيها 15.000 البطاط فيه باثنين جنيه البطاط في capacamaanå طب بات يعني النهاردة طبعا فيه sweetie الطماطم 1 30 بالعشر وفي خمسة بارشرة. يعني العسعار ب strat بالصعر التطماطم من 48 الجنيه فطبعا ل digamos والبصل اسعار هو ايه? بصل في 2 جنيه بارشرة. يعني في بصل برضو А another 1 30 وبصل ب2 جنيه يعني 5 1. طب دينا بقى العسعار بتاع الخلفل الألوان والشطة وكتنى بماو، الشنطةibenوهaghفلicamente� بخمسة والبتنجال البتنجال الأروس بخامسة والفيшеف المكبب بخمسة بردها وهشهر في بعمل فارخ بم uso 20 الجسد في بعمل فارخ بعمل Szene نهاردة حادرتك شاهف ان السامر المتتعاج لتشعب كويسا Works التوم بعشرة جنيه التوم 10 جنيه certificated كان بكام طيب كان بكام التوم هو وقت كان من الخامسة وثلاثة عشر واربعة عشر بسدوات ديشة في قدية اه 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 10 جنيه واللمون بكامل اه اه عزائي المشاهدين عزائي المتابعين متابعين اليوم السابق في كل مكان يعني اه كما تشاهدون حضراتكم اه اقبال كبير على اه يعني على المواطنين لشراء اه الفضار بالتزامن مع حلول وقرب الاطحى المبارك اه طبعا احنا شايفين يعني اقبال كبير على البيع على البيع وعلى الخضار اه طبعاً فيه أسهار نزلت خالص. أزعار الطماطم الثلاثة بعوشرة. وهو فيه بتجنيان الثلاثة بعوشرة. وفيه منه الخمسة. وفيه البصل منه فيه الثلاثة بعوشرة برضو. وفيه الخمسة كيلو بعوشرة جنيه. طبعاً فيه التوم دلوقتي، الكيلو بعوشرة جنيه. الفلفل كيلو بخمسة جنيه. يعني أسهار رخيصة جداً. وخاصة أننا نحن داخلين على العيد الأدخاء المبارك بكل كل سنة في مثل هذه الأيام كنا بنشاهد ارتفاع كبير في أسعار الفضروات لكن نشاهد الآن هذه الأيام أن الأسعار مرتبعتش والفضروات متوفر طبعا التواطم كانت منذ أيام قليلة كانت بعشر جنيه والفلفل برضو كان عدل عشر جنيه كما تشاهدون حضراتكم خلال البس المباشر توفر كافة الفضروات في الإسماعيلية وبأسعار جدا جدا يعني كله يشتري بكة كله يشتري خضروات وبأرخص الأسعار طبعا النهاردة الكوسة رفعت شوية والخيار رفع شوية نظرا لقلة المعروض يا عم ناصر النهاردة طبعا يعني أول مرة يعني تحصل إن أحنا نلاقي قبل العيد الأسعار تنزل يعني تمثيرك إيه طيب وخاصة للخضار يعني العيد الكبير هو سنادق بكتير شوية عشان في ساتة تكيات يحاجة بغضوط حاجة بغضوط حاجة عرض الطلب طبعا كتير إن شاء الله منذك إن شاء الله كتيرا الخضار كتير طبعا جاء وقار شوية ما حاجة يمتقل الحاجة الحاجة تبوز لو مسكو في الحاجة الحاجة تبوز وفي قبالة عن مناصر صحيح؟ في قبالة النهاردة يعني النهاردة يكون في قبالة أكتر ولا بكرة أكتر نهاردة ركرة المبارك هم تتجين بيقول الناس بتشتري كميات كبيرة ولا كله بيأخذ على على الآن عزيزي المشاهدين عزيزي المتابعين متابعين متابعين اليوم السابق وكل مكان كما تشاهدون حضراتكم يعني كنا مع حضراتكم في بس مباشر من داخل سوق خضار الإسماعيلية لنعرض لحضراتكم أسعار الخضار في الإسماعيلية شكرا لحضراتكم على المتابعة وكاهرة معكم من الإسماعيلية صبري غير